بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد ما زلنا نتحدث عن الإمام العدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الحلقة دي هتكون آخر حلقة في حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه توقفنا في اللقاء السابق عندما آلت إليه الخلافة رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى قصره ورأى فاطمة رضي الله عنها زوجته فقال لها يا فاطمة إن كنت تريدين العيش معي فحي هلا وإلا فالحقي بأهلك فقالت فاطمة هذه المرأة الصالحة الحياة حياتك يا أمير المؤمنين والآخرة خير وأبقى إنها مرأة صادقة ومرأة محبة لزوجها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما قدموا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المواكب والمراسم في بداية خلافته رفض كل ذلك وركن إلى الآخرة وظل يعبد الله تبارك وتعالى عبادة شديدة عبادة قوية وزوجته في كل ذلك تراقبه وتعينه على طاعة الله تبارك وتعالى ورزقهم الله عز وجل بولد صالح فسماه عمر بن عبد العزيز عبد الملك في يوم من الأيام وبعد أن قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حاجة المسلمين ذهب إلى بيته لينام رضي الله عنه وأرضاه وحينها جاء ابنه عبد الملك قال له يا أمير المؤمنين كيف تنام قرير العين كيف تنام قرير العين وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسكين والفقير وذا الحاجة وأنت تعلم أن جدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو أن بغلة بأرض العراق عثرت لخشيت أن يسأل الله تبارك وتعالى عمر لما لم تسوي لها الطريق فقام عمر بن عبد العزيز مصرورا من نصيحة ابنه عبد الملك وقال الحمد لله الذي جعل في أهل بيتي من يهدي إلي النصيحة وقام عمر بن عبد العزيز من ساعتها وهو يقضي حوائج المسلمين ورزق الله تبارك وتعالى عمر بن عبد العزيز ببعض البنات كانوا يرون عمر بن عبد العزيز وهو يأكل حفنة من الزبيب وهم ينظرون إلى أمير المؤمنين فيقول عمر رضي الله عنه وهو يأكل حفنة من الزبيب حلالة خير من لحم طير حرامة تروس وعبر يهديها عمر بن عبد العزيز إلى أولاده وإلى بناته وفي يوم من الأيام يأتي ابنه عبد الملك ويقف بجوار أبيه عمر بن عبد العزيز وكان عمر يوزع فيء على المسلمين وكان هذا الفيء تفاح يعني يوزع بعض الغنايم على المسلمين فما كان من عبد الملك وهو صغير إلى أنه جاء وأخذ تفاحة وأكلها فأسعى عمر رضي الله عنه إلى ابنه وأخذ من بين أسنانه التفاحة فبكى عبد الملك الطفل الصغير وذهب إلى أمه فلما دخل عبد الملك على أمه وهو يبكي فقالت له ما حدث فقص لها ما حدث مع أبيه عمر بن عبد العزيز كما كان من فاطمة رضي الله عنه هذه المرأة التي تربت في القصور وبين هذه الأشياء العظيمة الثمينة الجميلة إلى أنها اشترت لابنها تفاح وبعد أن وز عمر رضي الله عنه الفيء على المسلمين ذهب إلى بيته فلما دخل إلى بيته شم رائحة التفاح فقال عمر رضي الله عنه من أتى لكم بهذا التفاح ولم آتي لكم بتفاحة واحدة فقالت فاطمة يا عمر لقد أرسلت الخادم ليشتري لنا تفاحة فانزوى عمر بن عبد العزيز إلى زاوية من زاوية المنزل وظل يبكي فقالت له فاطمة ما الذي يبكيك يا عمر فقال والله يا فاطمة عندما انتزعت التفاحة من بين أسناء ابني وكأنما انتزعتها من قلبي والله يا فاطمة لقد خشيت أن أهلك بتفاحة قبل أن أوزع الفيء على المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يربي أولاده تربية عالية يعلمهم كيف يراقبون الله تبارك وتعالى كان من عادة الخلفاء في يوم العيد أنهم يستقبلون الرعية يدخل الرجال ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك الأطفال فدخل من ضمن الصبيان ابن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عبد الملك فعمر بن عبد العزيز وجد الأولاد جميعاً والصبيان يلبسون الجديد كلهم إلا واحد وهو عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز يلبس الثياب المرقوعة بلية الرقعة فرقعها فما كان من عمر إلا أنه لم يتمالك نفسه فبكى فجاء عبد الملك ابنه قال ما يبكيك يا أبتاه في يوم العيد فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا بني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية فهم يلبسون الجديد وأنت تلبس الثياب المرقوعة فقال عبد الملك هذا الولد الذي تربى في بيت عمر بن عبد العزيز لا يأبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه لا يأبتاه إنما العيد لمن أطاع الله هذا الولد تكلم بكلام عظيم جداً الولد ليس مكسوراً الولد مش خائف الولد لا يهتم بثيابه ولا يهتم بحزائه وإنما يعالج قلبه جزى الله خيراً عمر بن عبد العزيز على تربية هذا الولد العظيم ابنه عبد الملك رضي الله عنه وأرضاه هذه حياة عمر بن عبد العزيز وأسرته الكريمة عمر بن عبد العزيز يربي أولاده تربية عظيمة جميلة وإنما أعجب ما قرأت أن عمر في يوم من الأيام خرج إلى الصحراء فوجد رجلاً أسوداً يعبد الله تبارك وتعالى ويصلي كثيراً ويرفع كفة ضراعة للملك الجواد سبحانه وتعالى وعمر بن عبد العزيز ينظر إلى صلاة هذا الرجل الرجل ده ما حد شايفه خالص بصالف الصحراء فعمر بن عبد العزيز انتظروا بعد أن انتهى من صلاته وقال يا أخي ما اسمك قال اسمي فلان قال عينتك وزيراً وعليك أن إذا رأيتني عصيت الله تبارك وتعالى أو ظلمت أحداً أو أخذت حق أحد فعليك أن تأخذ بتلابيب ثوبي وترجني وتقول لي يا عمر اتق الله اتق الله يا عمر فكان كثيراً ما يأخذ بتلابيب عمر بن عبد العزيز ويقول له اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر اللي احنا بنسمعه وبنقرأه مش أعجيب دي حاجات فعلاً حقيقية حدثت لذلك هذا الجيل كان جيل فريد جداً بعد الصحابة رضي الله عنهم عمر بن عبد العزيز والتابعين والأم الأربعة تجد فيه طهارة في المجتمع تجد أن ربنا صحوة تعالى من عليهم من عظيم جداً لذلك نصره بالله عز وجل في الدنيا وسنصرهم في الآخرة يخرج عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام ومعه الزكاة يذهب ليعطي الزكاة للفقراء والمساكين فلم يجد فقيراً ولا مسكيناً ياه ثم قال لحاجبه انظر من يريد الزواج فنزوجه من بيت مال المسلمين فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكتفي أن يخرج الصدقات والزكاوات للفقراء والمساكين وإنما أراد أن يزوج شباب المسلمين من أعجب ما قرأت وسمعت أن عمر بن عبد العزيز كان يراقب الله سبحانه وتعالى وكان شديد التقوى في يوم من الأيام يأتي إليه رجل ويتحدث في أمور المسلمين وكان فيه مصباح المصباح ده بيولع كده بالزيت يعني فبدأ الرجل ده يتكلم مع عمر بن عبد العزيز في أمور المسلمين وبعد كده الرجل ده تحول من كلامه لأمور المسلمين إلى كلامه الشخصي مع عمر بن عبد العزيز فعمر بن عبد العزيز انتقل إلى المصبح الآخر وأشعله ولع المصباح ده وطف المصباح ده قال فالرجل طبعا بيستغرب ايه الموضوع المصباح ده هو المصباح ده لما وجد ان الرجل في حيرة عمر بن عبدالعزيز قال له انت لما جيتك كلمتيني في حاجة تخص المسلمين فكان الزيت ده من بيت مال المسلمين لما جيتك كلمتيني في حاجة شخصية تخصك فحبيت ان انا اطف المصباح ده وولع المصباح ده لان ده من مال الشخصي فالرجل تعجب يعني هو في حد بيبقى عنده تقوى كده حدي بيرقب ربنا صحة تعالى بهذه الطريقة الجميلة هذا هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في يوم من الأيام يأتي إليه رجل يطلب الورق عاوز أوراق يعني وكتب رسالة أن عاوز الورق طريقة معينة كتبه في سطرين بس والورقة كلها فاضية فعمر ابن عبد العزيز لامه قال له أنت عاوز ورقة بتكتب لي سطرين وسايب بقية الورقة فاضية تنحى عن منصبك فتخيل أن عمر ابن عبد العزيز ازاي بيتعامل مع الرعية لو الموضوع فتحه شوية والدنيا بقيت سبهلالة كل واحد هياخد حاجة وملوش جعب الشعب لا عمر ابن عبد العزيز بيرقب ربنا صحة تعالى وبيتقى الله صحة تعالى عشان الناس اللي تحته برضو بتتقى الله صحة تعالى وما يعملوش الغلط بالطريقة الجميلة التي عاش بها عمر ابن عبد العزيز الأعداء حبوا أنهم يخونوا عمر ابن عبد العزيز ويضعوا السمة في طعام استأجروا راجل خادم لعمر ابن عبد العزيز وعطوا ألف دينار عمر ابن عبد العزيز هو بيأكل فوجد ألم في بطنه الألم ده بسبب أن هو بيأكل مثلا الزبيب الكتير أو أن هو بيصوم كتير أو مفيش أكل لا ده الرجل ده وضع السم في طعامه فعمر ابن عبد العزيز لما وجد الألم في بطنه نظر في الخدام عنده فراسة المؤمن يرى بعين قلبه فقال له تعالى تعالى أيها القادمة فيه خدام كتير ولكن هو عارف الرجل ده نظراته كده غريبة شوية قال له تعالى أنت الذي وضعت لي السم في طعام قبحك الله كم أعطوك الرجل بك بكى مش من خوف من عمر ابن عبد العزيز بكى لأنه عارف أن عمر ده رجل طيب ورجل رحيم ورجل جميل جدا فإزاي هو يموته يعني فقال له أعطوني ألف دينار قال له هات الألف دينار أخذ الألف دينار ووضعها في بيت مال المسلمين ثم استدعى رجاء ابن حيوة رئيس الوزراء وقال له يا رجاء إن هذا الغلام وضع لي السم في طعام فإن وضعتني في قبري فاستغفر الله تبارك وتعالى واجمع المسلمين أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى لي فإني وضعت كثير من الناس في قبورهم وجدت أن وجوههم قد سودت وقد تحوالوا عن القبلة يا رجاء ضعني في قبري وأكشف الثوب عن وجهي فإن رأيت وجهي أبيض ولم أتحول عن القبلة فاخرج وبشر الناس وإن وجدت غير ذلك فقل للناس أن يستغفروا لأمير المؤمنين هذا هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مات كما يموت كل إنسان إنك ميت وإنه ميتون مهما حصلت على الأموال ومهما حصلت على السلطان ومهما كان معك حاجات كتيرة جدا أنت فرحان بيها في يوم الأيام حتسبها ولا يبقى معك إلا العمل الصالح استثمر وقتك وانظر في سير الصحابة وفي سير الصالحين اعمل زيهم اقتدي بيهم عشان دل حينفعك في الدنيا والأخرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنبنا وإسرافنا في أمرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله